صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان اللي بيشوفونا من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكو حلقة جديدة بتاريخ لايمكن لأي مصري وطني إنه ينساء تاريخ 6 أكتوبر صباح الخير يا شازلي وكل سنة متطيب ومصر كلها طيبة صباح الخير عليك يا إيمان وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان كل سنة وحضراتك طيبين النهاردة احنا هنحتفل مع حضراتكو بذكرى مرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم ملحمة العبور استرداد الأرض والكرامة القصة والحكاية اللي بنرويها وبترويها الأجيال جيل بعد جيل بكل فخر وعزة قصة إرادة شعب شعب أبي وجيش باسل اتحدوا مع بعض واتحدوا كل الظروف وكل المعوقات عشان يحققوا نصر غير من النظرات العسكرية وفرض احترام العالم لي وأصبح 6 أكتوبر هو يوم محفور في تاريخ الأمة ورمز للشموخ والكبرياء والبطور لو رجعنا بالتاريخ لورا شوية شازلي حنلاقي أن كل الشواهد كانت بتقول أن الوضع حيفضل زي ما هو كل المراكز البحثية قالت نفس الكلام لكن المقاتل المصري كان عنده رأي تاني في الوقت ده القوات المسلحة كانت حقيقي منهاكة من حرب 67 مش بس هي شعب مصر كله كان عنده حالة إحباط وإنهاك من هذه الحرب ده بالإضافة لمحاولات بعض القوات الدولية المستمرة من أجل إضعاف مصر أكتر وده كان مخلي فكرة الحرب مستحيلة نضيف على ده قيام العدو بإنشاء ساتر ترابي على الضفة الشرقية هو الأطخم في التاريخ العسكري وتخللته نقاط حصينة لخط برليف أمام كل ذلك مجرمائي يعني ببساطة كل ظروف كانت ضد ناشاستي بكل تأكيد وفي الوقت ده تحديدا وبعد أيام معدودة من 67 القوات المسلحة قالت احنا موجودين نفذنا أول عملية معركة رأس العش رفعت طبعا من روح المعنوية عند المقاتلين وعند الشعب المصري كله ومن هنا بقى توالت العمليات لحد ما وصلنا لليوم المشهود 6 أكتوبر 73 في اليوم ده حارب المقاتل والجندي المصري عن عقيدة ومن المعروف أن في لغة الحروب الحرب عبارة عن سلاح وعقيدة من المعروف في الوقت ده سلاحنا كان عامل إزاي خارجين من حرب والوضع ما كانش أفضل حاجة لكن كان عندنا عقيدة وبما أننا عندنا عقيدة نحن لازم ننتصر فقدرنا أن نحن نحقق ده ونسترد أرضنا وكرمتنا وأبهرنا العالم كله فكانت حرب أكتوبر عبارة عن ساحة كبيرة لإظهار قوة وإقدام الجندي المصر في يوم زي ده شاز لي ما بننساش البطل الراحل محمد أنور السادات قرار عظيم بكل المقيس اتخذوا بشجاعة وجرأة بعد ما عمل زعيم الراحل السادات أكبر عملية خداع استراتيجي قام بها أي رجل سياسي عسكري في تاريخ البشرية استند على ده على إرادة شعب يستطيع التبرع بكل ما يملك يستطيع تحمل كافة الظروف ويستطيع فعل المستحيل في وقت الشدة وقواته المسلحة البسلة اللي أظهرت من الشجاعة والإقدام في حرب الاستنزاف ما يؤكد أنها أبدا لن ترضى إلا بعودة أرضها وتطهيرها حتى آخر حبة رمل وحتى تحقق السلام بكل تأكيد النصر ده إدنا ندروس كتير يا إيمان وعلمنا أن احنا كمصريين قادرين في كل وقت على الانتفاضة من أجل حقوقنا وفرض احترامنا على الجميع وأن الشعب المصري عمره أبدا ما فرت ولا هيفرت في أرضه وقادر كمان على حماية تحية وإجلال واجبة يا شاز للنهاردة لصاحب قرار الحرب البطل المصري محمد أنور السادات القائد الفد الأبهر العالم بقرار الحرب والنصر وتحية واجبة لكل القيادات والجنود المقاتلين اللي شاركوا في حرب العزة والكرامة وتحية وعرفان بكل تأكيد لكل شهدان الأبرار طبعا كل التحية ليهم وفي النهاية الأرض المروية بدم أبطال انتاجها لا ينضب أبدا بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة ومختلفة من صباح الخير مصر اشتركوا في القناة